بظل الظروف الصعبة يلي عم يعيشها لبنان بيزداد الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية وكيفية التعامل مع التوتر الناتج عن الأزمات ضيفتنا الثانية بحلقة اليوم هي مدربة الصحة رجاء شهين يلي ما بتقتصر جهودها على التدريب الصحي فقط بل بتشارك أيضا ضمن مبادرات اصطلقت ضمن مجموعات من المؤثرات اللبنانيات لتقديم الدعم للناس حين لأكتر حاجة رح ناقش مع رجاء التأثيرات السلبية للحرب على صحتنا وأفضل الطرق لبدء يومنا بشكل صحي وكيفية تعزيز جهازنا المناعي وغيرها من الأمور أهلا وسهلا فيك رجاء أهلا فيك بدي بلش معك كيف بتأثر الحرب والتوتر النفسي الناتج عن جهاز المناعة على صحتنا النفسية وعلى صحتنا الجسدية طبعا وشو هي الطرق يلي فينا نتباعها للحد من هيدا التأثيرات السلبية يلي ممكن تنتج عن هيدا الموضوع يس هلا التأثيرات كتير كبيرة طبعا كلنا عم نعيشها قردي وعم نحس فيها وعم نعيش هذا التوتر وعم يعني يتبعوا كل التأثيرات اللي عم نعيشها نحنا اللي فينا نعمله أنه أول شي اللي عنا أصلا قدرة على التحكم فيه يعني خلينا نفوكس على نحنا أصلا شو عنا قدرة اليوم على التحكم عنا قدرة التحكم بغذائنا وعاداتنا اليومية هولي قدرين نتحكم فيهم مية بالمية فخلينا نحط كل الفوكس تبعنا عليهم ونشتغل على الحد من هيدا الأمراض اللي ممكن نتعرض لها بالحرب من وراء السترس ممكن يزيد ويصير عنا أمراض مزمنة يعني مش بس أمراض هلأ أو أوبئة إذا بديك نتعرض له يعني المشاكل الكتير كبيرة اللي حممكن أنه تتبع نظام غذائي غير صحي أو غير مزبوط بهيد الفترة صح؟ مية بالمية عشان هيك لازم نركز على نظامنا الغذائي يعني إذا بديك فيني هوني أسألك أنا شو هي الطرق الأساسية اللي لازم نتبعها؟ أكيد أو كيف فينا نبلش نهارنا؟ شو أفضل طريقة نبلش نهارنا فيها وتكون أفوردب لكل الناس اللي عم تتبعنا؟ هلأ أفضل شي إنه نحن أول من فيه أفضل شي نبلش فيه نهارنا هو المي كوب من المي إذا قدرنا نضيف عليه الحامض عصير الحامض هيك مناخد فيتامين سي مع المي وإذا كمانا فينا نزيد عليه الملح البحري رشي من الملح البحري هيك منتأكد إنه المي عم بتفوت ع كل الخلية عن جد عم نعمل هيدريشن مزبوطة ومنكون عم ناخد كمانا معادن وإلكترولايتس بنفس الوقت سو هيدا أول خطوة لنبلش نهارنا ثاني خطوة الأهم هي إنه ما نشرب قهوة على الريق هيدا المشكلة عم بيوجهها كل العالم يعني هيدا خطأ شائع فينا شائع وهلأ عم بيزيد لأنه العالم موترة فيه عالم أصلا ما عم بتاكل فيه عالم دغري بتفتح عيونة أخبار وقهوة فهيدا الموضوع كتير يعني بيسبب إذا بديك مشاكل على المدى البعيد مية بالمية فضروري جدا إنه نحنا نتناول وجبة الفطور نكسر سيامنا قبل ما نبلش بالقهوة بأي منبهات تانية فكتير مهمة بقدر نطرق معك لوجبة الفطور إذا الفواكه بتطلع السكر ومفروض والفول وهو الإخبار البقليات مش منيحة وفي كتير ناس بيقولوا إنه نبعد عن الجبن واللبن لأنه فيها لكتوز وما بيسوا وبيسوا خلينا ما نعمم خلينا نفكر دايما نحنا بس بدنا ناخد وجبة صحية هي هيدا الوجبة بدأ تكون فيها خضار الموسمية أكيدة يفضل دايما فينا ندخلها فواكه أكيد عنا البروتينات العالية للجودة يعني اليوم إذا نحنا فينا ناخد الجبنة فينا ناخد أي نوع بروتين إذا نحنا ما لدينا مشاكل أصلا أو حساسية عليهم فينا ناخد معهم الألياف كمانا الألياف اللي بتساعدنا بعملية الهضم كمانا بتساعد بامتصاص كل هالغذاء من الأكل اللي عم ناخده ناخد جود فات الفات الصحي إذا بدك مثل زيت الزيتون مثل الأفوكا كمانا ناخد كاربوهايدريت العالي الجودة فينا نعتبر أنه هيدا الروتين الصباحي ممكن يبعدنا عن التوتر عن الطاقة السلبية ويحسن من جهاز المناعة كي نحنا بس نشيء ونبلش نهارنا بهيدا الطريقة أول شيء عم نغزي جسمنا بهيدا اللحظة عم نرويق هيدا الشيء بيساعدنا لنرويق النيرفوس سيستم تبعنا جهازنا العصبة سو عم نبدأ بطريقة مزبوطة بيخفف أكيد هيدا من التوتر اللي حنعيشه وفي قصص تانية وعداد تانية لازم نتبعها كمان لتخفف من هيدا التوتر خلال النهار فينا نضطرق شوي للعداد التانية اللي ممكن انه نتبعها لنخفف أول شيء لازم نعمله انه نخفف أخبار الأخبار حتجر مع فنجان قهوة ورد تاني وحتخلينا موترين كل النهار فالابتعاد عن الأخبار قد ما فينا بقدر المستطاع أكيد وبالمقابل ننزل نشوف الشمس ناخد فيتامين دي من الشمس نتنشأ هوا غير القعدة بالبيت نمشي نعمل الرياضة نمارس الرياضة نحن منحبها يعني عم قليك قصص مش ضروري يكونوا لنروح حد جيم فينا نعود فينا ندور يوتيوب ونحط فيديو ونتمرن بقلب البيت وفينا نروح نمشي المشي كتير بيساعدنا بهذا الفترة بيطلع مننا الاسترس بيخلينا نحرك بيساعد جلسنا أنه يكون صحي أكتر ناخد كمان بنفس الوقت الفيتامين دي من الشمس فهذا شي كتير بيستاعد يعني إذا فينا نقول أنه العادات هي أكتر مطرح فيه ساعدنا أنه نخفف توتر ونخفف جهود نخفف الاسترس يلي عم نعيشه جراء الحرب يلي عم تصير صح؟ مية بالمية هلأ بدي أسألك عن النشاطات أو العادات اليومية يلي حضرتك أنت شخصيا اعتمدتها وساعدتك بالمحافظة على توازنك النفسي والجسدي ومكنتك من مساعد الآخرين بهذه الأوقات الصعبة كمان يعني أنت كان فيه عندك مبادرات قدمتها لناس صراحة أول ما صار النزوح إذا بديك من الجنوب على بيروت أول شي عملته أنه أنا نزلت على المدارس بمبادرة فردية يعني نزلت لوحدة وبلشت شوف المدارس اللي كانت محيطة لإليه وشوف شو فيه يساعدهم وفعلا دغري درنا مبلش نأملهم أن كانوا بعضهم واصلين كان في عالم يعني ما عندها ولا شي جاية من بيوتها تركية كل الغراضة يعني حتى قطعة اتياب تانية ما كان عندهم سو اللي قدرنا نعمله أنه بهذا أول يوم أنه نزلنا على الأرض وشوفنا شو حاجاتهم وكل يعني الأفراد إذا بديك كانوا عم بيساعدوا على شكل فردي من بعدها نضمات لمجموعة أفراد كمان صرنا عم نعمل ونشتغل شغلة كتير حلو مع المبادرة تنزلي بتشوفي على الأرض العالم شو عايزة هذا الشي كمان بيساعد يمكن أنت ما تقدر تنزلك اليوم على الأرض أو يمكن أنت ما عندك قدرة نفسية ولا قدرة حتى يمكن بطلت موجودة متواجدة بمنطقة أصلا فيها نوزوح بس اللي فيك تعمليه أنه أنت تضلك تساعدة يعني تساعد العالم فيه ألف طريقة نحنا نقدر نساعد فيها العالم مش ضروري بس نحنا نكون شخصيا متواجدين على الأرض يعني أنت اليوم فيك تساعدة أشخاص وأفراد من عائلتك المساعدات كمان ما بدأ تكون دايما مادية المساعدات فيها تكون يعني أنت اليوم مجرد اتصالك وأطمئنانك على هول الأشخاص هيدا كمان بتعطيك راحة لإلك وللأشخاص التانين يعني أنت عم بتساعدة عم بتسألة عنهم عم بتشوفي شو أنت قادر يمكن من بيتك تشاركيهم فيه ناس فتحت بيوتها وعم بتشارك العالم كمان بيوتها فنحنا المساعدات يعني أي شخص فيه ساعد أي شخص فيه ساعد اليوم ممكن أنت وقاعدة ببيتك تنشر مساعدات على السوشال ميديا أو تبعث العالم وأحتياجات أشخاص معينة فهولة كمان طرق مساعدة أنت عم بتخبر العالم عن احتياجاتهم عم بتساعدة عم بتجربة تعمل شي فالمساعدة يعني ما حدا يستقل بأي شي بيعمله وشو مكان بسيط وقاد مكان هيدا ينطلق ويعملها للمبادرة لأنه ممكن أنه بدل ما أنه الواحد ما يعمل شي ممكن يساعد شخص وتعرف إنه دولار واحد بيأثر اليوم بهولة المساعدات يعني أنت بدولار فيك تعمل شخص بالنهار فأصغر يعني عم قلك الدولار هو أصغر شي نحنا ممكن قدرين نساعد فيه حتى هذا الدولار بيعمل فرق كتير كبير بيساعد شخص إنه يعني يعيله بالنهار رجاء باعتبارك مدربة صحية شو هي رسالتك للأشخاص يلي عم بعيشوا بظروف صعبة وكيف ممكن إنه يحافظوا على صحتهم وعلى توازنهم من الصحة والنفس خصوص إنه في كتير ناس بالمدارس وفي كتير ناس مش بمطارحها يعني مش ببيوتها متعفل الواحد إنه ما يكون ببيته ولا حتى اللي يكون عنده مشكلة رجاء باعتبارك مدربة صحية شو هي رسالتك للأشخاص يلي عم بعيشوا إذا فينا نقول بظروف صعبة وكيف ممكن يحافظوا على صحتهم ويبعدوا عن التوتر قدمة فيهم هلأ هن بقلب التوتر للأسف يعني كلنا عم نعيش هذه الحرب بس أهم شي يعني يحافظوا على عادات صحية مثل ما حكينا شرب الماء دايماً كمانا لأنه العالم اللي قاعدة بالمدارس يعني ضروري يكون فيه هايجين يعني الغسيل وكل هالقصص وأكيدة كل شي خاصوا بالأكل يتغزوا يعني حاولوا قدمة فيهم يعملوا وجبة متكاملة بالأسف اللي هي موجودة عندهم هول القصص مع المشي طبعاً إنه هن موجودين بهيذ الاسبيس قد ما كانت صغيرة هن قادرين يطلعوا يمشوا يشوفوا الشمس ما يضلون قاعدين بغرفهم هول القصص يعني هلأ بيساعدونا شوي لنحنا نقدر يعني نضلنا مضاينين لإن شاء الله تكون خلصة الحرب أنا بدي أشكرك المدرب الصحية رجاء شهين شرفت فيك شكراً